كيف تعرف الأجهزة المتصلة بشبكة الانترنت وتقطع الانترنت عن أي جهاز غريب يستخدم الشبكة وتحدد لكل جهاز موجود على الشبكة سرعة معينة يعمل بها وكل هذا ببساطة من موبايلك تابعوا معي السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من أكثر الأشياء التي تضيع أي حد أن inanترنت يخلص بدري وموضوع أن inanترنت تخلص بدري لعوامل كثير قوي ومن أهم هذه العوامل يمكن أن يكون هناك أجهزة تستخدم شبكة الإنترنت ونت لا تعرف لأن تطبيقات سرعة شبكات الواي فاي كثرة قوي و يمكن أن أي حد بتطبيق صغير كثيرا يستخدم شبكة الإنترنت ونت لا تعرف ولو حبيت بقى انك تعرف الاجهزة اللي بتستخدم شبكة الانترنت بتاعتك بتضطر انك تدخل على صفحة اعدادات الروتر وتكتب الوزر نيم والباسورد بتوع الشبكة بتاعتك وتعمل بعض الخطوات المعينة كده علشان تقدر تعرف الاجهزة اللي بتستخدم الشبكة بتاعتك وتقدر تعمل لها حظر من استخدام الشبكة ولكن للأسف الموضوع ده بيبقى مرهق حبتين او بمعنى اصح اغلب الناس ما بتعرفش تعمل الخطوات دي والموضوع بيبقى صعب عليهم نوعا ما فعلشان تقدر تحمي شبكة الانترنت بتاعتك من غير ما تعمل اللافة الطويلة دي جايبلك النهاردة الطريقة سهلة جدا وهتعجبك قوي من خلال الطريقة دي هتقدر تعرف كل الاجهزة اللي بتستخدم شبكة الانترنت بتاعتك وتقطع الانترنت عن اي جهاز غريب بيستخدم شبكة الانترنت بتاعتك وانت متعرفش وكمان تحدد سرعة معينة لكل الاجهزة اللي موجودة على الشبكة بتاعتك لكي تقوم باقت الانترنت لا تتخلص بدري مثل كل مرة وكل هذا من موبايلك بكل سهولة وعلى لكي لا تطويل عليك في الكلام أكثر من هذا سنرى هذه الطريقة حالا لكن قبل أن نبدأ لا تنسى تخبط اللايك المتين وإذا لم تشترك في القناة تشرفنا بالاشتراك لكي يوصلك كل الفيديوهات ويرغينا كثيرا يلا بينا نبدأ الفيديو يلا بينا الطريقة التي تحدثنا عنها في مقدمة الفيديو يتم من خلال تطبيق صغير وعلى لكي تحمل هذا التطبيق على موبايلك ستضغط على الرابط الذي موجود في أول تعليق في الفيديو ستضغط على الموقع العادة وعلى لكي لا تضيع وقتك انزل لأخر المقالة على طول ستجد كلمة مكتوب عليها للحصول على التطبيق وتحتها كلمة اضغط هنا اضغط على الكلمة ستضغط على جوجل بلاي التطبيق اسمه راوتر شيف مساحته صغيرة جدا حوالي 10 ميجا بايت وتقييمه عالي جدا 4 و 6 من 10 ويستخدمه أكثر من 500 ألف شخص سنضغط أستخدم تثبيت كي نثبت التطبيق بعد التطبيق ما انتهي سنتظرم فتح قبل مفتح التطبيق سيظهر معك بالوجهة وعلى لكي تضغط التطبيق بالروتر ستضغط على الإعدادات التي موجودة هنا سنتظرم بتطبيقيا من هنا هتخطط اعدادات اللغة لو أنت عاوز تطبيق باللغة العربية او باللغة الإنجليزية ومن هنا هتختار مزود الخدمة او الشركة التي اتخيها منها الانترنت سواء كانت وي او او اورنج ستجد البعض مكتوبا هين 즉 صور التابع Julian من هنا ستختار البعض التابع بعد أن تختار البعض التابع بوله باستطtesy نضعد الى كلمة ه الأم ثم بورك تضغط على كلمة انطلة التابع ثم بورك تضغط على التالي التالي بعد ذلك ستش LEIF ستجد التطبيق وهن اشتري الρίدりました وعند وحسنا و لو لم تجدت التطبيق يكتب لك هنا الوزر نيم والباسورد ستذهب إلى الروتر و في ظهر الروتر هنا ستجد الوزر نيم والباسورد موجودين هنا في هذا المكان ستقوم كتبهم في هذا المكان على طول وبعد تكتبهم ستضغط على كلمة ابدأ الاتصال اللي موجودة هنا سنضغط عليها مع بعض التطبيق عمل ربط ما بين الروتر والتطبيق فيه مميزات كتير قوي وهنشوفها مع بعض حالا لو انت عاوز تغير اسم الشبكة بتاعتك او تغير الرقم السر بتاع الشبكة بتاعتك او حتى تخفي الشبكة بتاعتك او تظهرها فالموضوع بسيط قوي كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على اعدادات الواي فاي اللي موجودة هنا هنضغط عليها مع بعض هتفتح معك الوجهة دي من هنا هتقدر تغير اسم الشبكة بتاعتك ومن هنا هتقدر تخليها ظهرة او مخفية ومن هنا هتقدر تغير الرقم السر بتاع الواي فاي بتاعك ومن هنا هتقدر تتحكم في مستوى الامان بتاع الواي فاي بتاعك يعني من الواجهة دي بكل بساطة هتقدر تتحكم في كل حاجة تخص الواي فاي بتاعك وبعد ما تخلص كل حاجة وتزبط كل الاعدادات على مزاجك هتضغط على كلمة تطبيق اللي موجودة هنا طيب لو انت عاوز تحدد سرعة معينة للاجهزة اللي موجودة على الشوكة بتاعتك علشان لو باقت الانترنت بتخلص بدري معاك فكل اللي انت هتعمله انك هتضغط على اختيار تحديد السرعة اللي موجود هنا هنضغط عليه مع بعض هتظهر معاك الواجهة دي كل اللي انت هتعمله انك هتفعل الاختيار ده اللي مكتوب عليه تحديد السرعة هنفعله مع بعض وهتكتب هنا سرعة الابلود او الرفع وهتكتب هنا سرعة التحميل او الداونلود يعني انت مثلا ممكن تخلي سرعة الرفع هنا مثلا واحد ميجا بايت وتخلي مثلا سرعة التحميل اثنين ميجا بايت بالشكل ده وبعد ما تزبط السرعة بتاعتك هتضغط على كلمة تطبيق اللي موجودة هنا بمجرد ما تعمل كده كل الاجهزة اللي موجودة على الشبكة بتاعتك سيصل لها سرعة 1 ميجا في الرفع او الابلود وسرعة 2 ميجا في التحميل او الابلود بكل سهولة طيب لو انت عاوز تعرف الاجهزة الموجودة على الشبكة بتاعتك او الاجهزة اللي بتستخدم الواي فاي بتاعك فكل اللي انت هتعمله انك هتضغط على اختيار الاجهزة المتصلة اللي موجود هنا هنضغط عليه مع بعض هتظهر معاك الوجهة دي وهيظهرلك فيها التطبيق كل الاجهزة اللي بتستخدم الشبكة بتاعتك بكل انواعها سواء كانت الاجهزة دي موبايلات او لابتوبات او اجهزة كمبيوتر مكتبية وهتلاقي قدام كل جهاز البيانات بتاعته زي اسمه والماك ادرس بتاعه وهتعرف كل الاجهزة اللي موجودة على الشبكة بتاعتك بكل بساطة طيب فرضنا دلوقتي انك لقيت اجهزة معينة بتستخدم الشبكة بتاعتك وعاوز تمنعها من انها تستخدم الشبكة بتاعتك فكل اللي انت هتعمله انك هتضغط على اختيار حظر المتصلين اللي موجود هنا هنضغط عليه مع بعض هتظهر معاك الوجهة دي بعد كده هتضغط على حالة الفلتر اللي موجودة هنا وتخليها على اون بالشكل ده بعد كده هتضغط على حظر من الاجهزة المتصلة هتظهرلك هنا الاجهزة المتصلة بالشبكة بتاعتك وهتيجي بقى عند الجهاز اللي انت عاوز تمنعه انه يستخدم الشبكة بتاعتك هنعمل كده تجربة صغيرة دلوقتي الجهاز ده متصل بالشبكة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده علامة الانترنت متصلة هنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده والفيديو يشغال عليه فالو انا عاوز اقطع الانترنت عليه كل اللي انا هعمله انه هتضغط على الجهاز اللي موجود هنا ومعد كده هتضغط على حظر بمجرد ما اعمل كده الانترنت هتضغط فيه الموبايل ده خالص وممكن نجرب دلوقتي مع بعض هنقفل الفيديو ده كده هنجرب دلوقتي نعمل رفريش كده للشبكة بصوا زي ما انتوا شايفين كده اليوتيوب مش هيفتح خالص وحيبان هنا انه متصل بالشبكة علامة الواي فاي موجودة هنا زي ما انتوا شايفين كده ولكن الموبايل مفيهوش انترنت خالص مفيش اي حاجة هتشتغل عليه بالشكل ده ولو انا عاوز الغي الحظر عن الجهاز ده فالموضوع بسيط برده كل اللي انا هتضغط على قائمة الحظر اللي موجودة هنا هلاقي هنا الجهاز اللي انا عملت له حظر من استخدام الشبكة موجود هنا فكل اللي انا هتضغط عليه بالشكل ده وبعد كده هتضغط على إلغاء الحظر اللي موجودة هنا هيتشل الحظر عن الجهاز ده وحيوصل له انترنت عادي جدا وبكل بساطة وممكن نجرب مع بعض ونشغل اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده الفيديو شغال بدون اي مشاكل لو حبينا نعمل رفريش للصفحة هتشتغل معنا بكل بساطة طيب لو انت حسيت ان سرعة الانترنت مش كويسة او النت مهنج بمعنى اصح فانت ممكن تعمل حركة حلوة قوي من جوة التطبيق ممكن تعمل ريستارت للراوتر او تفتحه وتقفله من التطبيق نفسه ومن غير مطروح للراوتر خالص طيب هتعمل كده ازاي هتضغط على اختيار اعدادات متقدمة اللي موجودة هنا هنضغط عليه مع بعض هتظهر معاك الوجهة دي وعند اختيار اعادة تشغيل للراوتر هتضغط على اعادة التشغيل اللي موجودة هنا الراوتر بتاعك هيقفل وهيفتح لوحده بكل بساطة ومن غير مطروح للراوتر خالص طيب لو انت عاوز بيانات الخط بتاعك والسرعة اللي موجودة على خطك والسرعة اللي بتوصلك حاليا تعرفهم ازاي كل اللي انت هتعملو انك هتضغط على اختيار بيانات الخط اللي موجود هنا هنضغط عليه هيجيب لك هنا نوع الاتصال والسرعة اللي انت متاقد عليها واقصى سرعة بتجيلك على الخط بتاعك وكل حاجة تخص سرعة الانترنت بتاعتك بالشكل ده وبضغط واحد حسناً لو أنت حبيت تعرف الوزر نيم والباسورد بطوعة خط الإنترنت فمدل ما تكلم خدمة العملاء والدوشة دي كلها كل ما تعمله ستضغط على اختيار حساب الخدمة اللي موجود هنا سنضغط عليه مع بعض سيجيب لك هنا الوزر نيم والباسورد بطوعة خط الإنترنت من غير ما تتصل بخدمة العملاء والدوشة دي كلها أتمنى أن الفيديو أعجبكم وأشكر كل حد شاهد الفيديو لغاية اللحظة دي وفي النهاية سأقول لك لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير وأشوفك على خير سلام